الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الصالحين لهم مكانتهم في الدنيا ومنزلتهم في الآخرة وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن الصالحين في الدنيا يتنعمون بعطاءات مولانا سبحانه وتعالى يتنعمون بخيرات يتنعمون بفيوضات إلهية وصدق ربنا سبحانه وتعالى حين قال من أواخر سورة طاها فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إن الصالحين لا يجدون شقاوة أبدا لا يجدون تعبا وإنما يجدون الراحة كل الراحة ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة وأرحنا بها يا بلال نعم إنهم في راحة بالطاعة والعبودية التي هم عليها وفي ملمح من ملامح صلاحهم وطاعتهم يقول الله سبحانه وتعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدِرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا آياتٌ عديدةٌ في القرآن الكريم يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن أن الاستغفار سبب أصيل من أسباب السعة من أسباب الرزق من أسباب العطاء من أسباب الخير والسعادة التي يتنعم بها الصالحون بل إن الله جل وعلا وضح هذا في أواخر سورة هود يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها بما فيها من حديث الله سبحانه وتعالى عن الساعة وعن قيام الساعة وعما أعده الله سبحانه وتعالى للصالحين ولغير الصالحين في نهاية سورة هود هذه إشارة جميلة يقول مولانا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجِذُوذُ سُعِدُوا هُمْ أَصْلًا سُعَدَاء سُعَدَاءُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سُعَدَاءُ بِذِكْرِ اللَّهِ سُعَدَاءُ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ مُوَحِّدُونَ سُعَدَاءُ بِاستِغْفَارِهِمْ سُعَدَاءُ وَهُمْ يَقْضُونَ حَوَائِجَ النَّاسِ سُعَدَاءُ بِقُرْبِهِمْ وَوَصْلِهِمْ مَعَ رَبِّهِمْ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى سُعَدَاءُ بِالإِسْتِقَامَةِ أَلَمْ يَقُلْ مَولَانا جَلَّ وَعَلَى وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنْغَدَقَا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا يعني تتنزل عليهم الخيرات وتخرج لهم البركات ما داموا على الاستقامة والثبات اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فيا من تريد الصلاح بل يا من تريد السعادة في الدنيا والآخرة بل يا من تريد الخير والعطاء الرباني والبركة والساعة والميراث ميراث السعادة في الدنيا والآخرة عليك بالصلاح عليك بدرب الصالحين عليك بالطاعة عليك بالعبادة عليك بما يرضي مولانا سبحانه وتعالى سترى جنات تجري من تحتها الأنهار كما قال مولانا سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا مع الصالحين قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله